بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد توجيه الشكر والتحية والترحيب بجميع السادة الفضلاء والحفل الكريم أحاول أن أدخل في الموضوع مباشرة وعنوان البحث الاتجاهات الفقهية في المذاهب الاعتقادية السنية حسام الدين السغناقي نموذجا بداية نمهد للموضوع بأن وجود مدارس فرعية تحت المذهب الكلامي أو المذهب الفقهي معتاد في التاريخ الإسلامي في مذهب المعتزلة كما هو معلوم يوجد عندنا مدرسة البغداديين ومدرسة البصريين وفي مدرسة الماتوريدية هناك مدرسة سمرقند ومدرسة بخارة وفي مذهب الحنفية في الفروع هناك مدرسة العراق ومدرسة ما وراء النهر وفي المذهب الشافعي هناك طريقة العراقيين وطريقة المراوزة فهذا أمر معروف معتاد في المذاهب الإسلامية أن المذهب الكبير يندرج تحته مدارس فرعية قد تسمى هذه المدارس الفرعية مذهبا أحيانا قد تسمى مدرسة قد تسمى طريقة قد تسمى اتجاها فنقول هناك اتجاه فقي في مذهب الأشاعر ظاهر بوضوح وقد أشار إلى هذا الاتجاه عدد من العلماء منهم الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات وهو أحد من يمثل الاتجاه الفقهي الحديثي في مذهب الأشاعر وهو مذهب كلامي الإمام البيهقي حاول أن يدافع المذهب الأشعرية بالأدلة النقلية وابتعد عن الدخول في مضايق علم الكلام ودقائق علم المنطق لذلك كان يكرر عبارة فيقول وعليه أهل النظر من أصحابنا فيفهم من ذلك أن هناك أهل النظر وهناك أهل الأثر في داخل المذهب الأشعري كذلك تاج الدين السبكي ذكر هذا يقول وعليه أيضا من محدفي الأشاعرة وفقهائهم النووي رحمه الله سيد المتأخرين وعليه أيضا من متكلم الأشاعرة المتأخرين الشيخ صفي الدين الهندي فذكر محدفي الأشاعرة وذكر منهم النووي وذكر متكلمي الأشاعرة وذكر منهم صفي الدين الهندي فهذا الاتجاه واضح ويمكن أن نعد من الأعلام الأشاعر من اتجاه المحدثين والفقهاء البيهقي ثم النووي كذلك أبو نعيم الأصفهاني أبو ذر الهروي ابن عساكر هؤلاء كلهم أشاعر دافعوا عن المذهب الأشعري على الطريقة الحديثية بالأدلة النقلية تميز هذا الاتجاه بالبعد عن دقائق علم الكلام والإكثار من الأدلة النقلية لتأييد المذهب الكلامي السؤال الآن هل ثمت اتجاه فقهي في مذهب الماتوريدية الأمر ليس بواضح كما هو في الأشعرية لأن عندنا بعض القراءة تميل بنا إلى أن نقول يوجد اتجاه فقهي في مذهب الماتوريدية ويوجد قراءة أخرى تقول لا يوجد ذلك القرينة التي تنفي وجود اتجاه فقهي في داخل مذهب الماتوريدية أن مذهب الماتوريدية بوجه عام هم فقهاء تناولوا علم العقائد وعلم الكلام وانتقلوا من أصول الفقه إلى أصول الدين فطابع المذهب بشكل عام هو طابع فقهي فلماذا نخصص اتجاه خاصا داخل المذهب بأنه اتجاه فقهي؟ هذه قرينة تنفي وجود اتجاه خاص داخل الماتوريدية هو اتجاه فقهي ولكن حقيقة هناك قرينة أقوى منها تدل على الإثبات وهي عبارة ذكرها حسام الدين السغناقي نفسه في كتابه الكافي في أصول الفقه يقول حسام الدين السغناقي في هذا الكتاب هذا الذي ذكره أي فخر الإسلام البزدوي هذا الذي ذكره مذهب المحققين من الفقهاء وأما عند أهل الكلام فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى ويقول أيضا الإيمان عند المحققين من المتكلمين هو التصديق بالقلب ثم ذكر مذهب الفقهاء وأن الإيمان عندهم هو التصديق والإقرار ومراده المتكلمين من الماتوريدية والفقهاء من الماتوريدية بدليل سياق الكلام فالسغناقي يصرح بأن عندنا مدرستين داخل المذهب الماتوريدي أو عندنا اتجاهين داخل المذهب الماتوريدي اتجاه الفقهاء واتجاه المحدثين من أبرز أعلام اتجاه الفقهاء يمثل هذا الاتجاه في المذهب الماتريدي أو المذهب الحنفي يمكن أن نقول لأن تسميتهم ما تريدية ربما لم تكن مستقرة في ذلك العصر من أبرز أعلام الفقهاء في هذا المذهب أبو زيد الدبوسي وشمس الأمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي هؤلاء تناولوا مسائل الكلام بطريقة فقهية أو بطريقة أكثر اتصالاً بالفقه ومن أبرز أعلام الاتجاه الكلامي في مذهب الماتريدية أبو المعين النسفي ونور الدون الصابوني وأبو البركات النسفي هؤلاء هم أيضاً لهم اشتغال بالفقه ولكن تناولوا المسائل الكلامية بطريقة أكثر التصاقاً بعلم الكلام فالسؤال أيضاً نطرح هنا سؤالاً آخر هل الأمر في الماتريدية كما هو في الأشعرية أن الاتجاه الفقهي من الأشعرية كان يحاول أن يدعم المذهب بالأدلة النقلية فهل الاتجاه الفقهي عند الماتريدية كذلك؟ نقول لا الفرق هنا ليس في طريقة الاستدلال وطريقة البحث لأن الطريقة الماتريدية عموماً أقرب إلى الاستدلال النقلي والبعد عن الدقائق المنطقية فالخلاف بين الاتجاهين إذن هو في بعض نتائج الأقوال وأذكر هنا ثلاثة مسائل فقط اختصاراً للوقت المسألة الأولى ما هي الإيمان؟ هل الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو هو التصديق والإقرار؟ عند فقهاء الماتريدية هو التصديق والإقرار كلاهما ركن التصديق ركن لا يحتمل السقوط والإقرار ركن ولكنه يحتمل السقوط وأما عند متكلمي الماتريدية فهو التصديق فقط كما هو رأي أبو المعين النسفي ونور الدين الصابون وأبو البركات النسفي ما هو موقف السغناق من هذه المسألة؟ انتصر لقول فقهاء الماتريدية ومع أنه يشرح التمهيد لأبو المعين النسفي وأبو المعين في النسفي يقول الإيمان هو التصديق فقط ويقول عليه أبو منصور الماتريدي ثم سغناقي يعترض ويقول لكن المحققون من الفقهاء منهم شمس الأمة السرخسي والبزدوي فخر الإسلام على أن الإيمان هو التصديق والإقرار المسألة الثانية معنى خطاب كن عند الخلق اتفق الماتريدية جميعا أن الله تعالى خلق العالم بصفة التكوين لكن الخلاف هل الله تعالى يخلق بصفة التكوين فقط أو أن الله تعالى عندما يخلق بصفة التكوين يأمر ويقول كن أيضا يعني يوجه خطابا بكلامه النفسي سبحانه وتعالى للمعدوم أن يتكون فمذهب فقهاء الماتريدية أن هناك خطابا حقيقيا عند الخلق ليس فقط بصفة التكوين هناك خطاب وهذا رأي السرخسي والبزدوي أيضا أما متكلمون الماتريدية فيقولون خطاب كن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد أن الله يكون العالم بصفة التكوين تكوينا لا يتأخر عن صفته تبارك وتعالى عن تعلق صفة التكوين فكن هذا كناية فقط عن سرعة الإيجاد والسغناق هنا ذكر المذهبين ولم يصرح بترجيح أحدهما على الآخر والمسألة الثالثة وأختم بها وصف قدرة العبد بأنها علة في وجود فعله أو شرط لوجود فعله مع اتفاق الفريقين على أن الخالق لفعل العبد هو الله تبارك وتعالى لكن هل قدرة العبد علة لتتعلق قدرة الله بالخلق؟ أم هي شرط لذلك؟ فعند فقهاء الماتريدية هي شرط وعند متكلمي الماتريدية هي علة وهنا السغناق أيضا يرجح قول الفقهاء الماتريدية فيقول ذكر المصنف في التبصرة يقصد أبا المعين النسف من متكلمي الماتريدية ذكر المصنف في التبصرة أن الاستطاعة علة الفعل عندنا وقال غيره من مشايخنا في نسخ أصول الفقه كالقاضي أبي زيد وشمس الأمة وفخر الإسلام وصاحب الميزان وغيرهم هي شرط لأداء الفعل فاعترض على كلام أبي المعين بكلام فقهاء الماتريدية ثم قال السغناقي وما قاله العامة هو الأصح يعني ما قاله عامة فقهائنا هو الأصح بغض النظر عن موقفنا نحن الآن بين هذين الاتجاهين وهل الاتجاه الفقهي أكثر التصاقا بالمذهب أو الاتجاه الكلام أكثر التصاقا بالمذهب يهمنا أن نقول إن حسام الدين السغناقي كان يسير وراء الاتجاه الفقهي في مذهب الماتريدية لذلك ربما كان يخالف أبا المعين النسفي ربما كان يخالف أبا البركات النسفي ربما كان يخالف نور الدين الصابوني حتى ربما كان يخالف أبا منصور ما تريد نفسه أحياناً انتصاراً لخط آخر في المذهب وهو خط السرخص والبزدوي والدبوسي وهؤلاء فقهاء ما تريد أو فقهاء الحنفية في المذهب الاعتقادي شكراً جزيلاً لحسن استماعكم وشكراً للحضور الكريم والأساتد الفضلاء والحمد لله رب العالمين